التنوع العرقي والديني الذي فرضته اعتبارات تاريخية وجغرافية على العراق من أبرز ما يميز هذا البلد دون أن يتسبب ذلك يوما ما في أي مشكلات أمنية أو اجتماعية لكن قضية الأقليات طفت على سطح الأحداث بالعراق بعد الغزو الأمريكي عام 2003 ولا سيما بعد تأسيس مجلس الحكم في تموز من ذلك العام على أساس محاصصة طائفية وعرقية ومنذ ذلك اليوم والأقليات المختلفة في العراق تعاني في ظل حكومات متعاقبة نقضت مشهد التنوع المعيشي إلا من كانت له صلة وصل مع المتنفذين في مفاصل الدولة وأركانها حيث شكت أقليات قومية ودينية من تهميش دورها وعدم منحها أي تمثيل سياسي أو دور في الترتيبات القائمة لبناء السلطة في المستقبل ففي العراق عرقيات كالتركمان والأكراد وأخرى صغيرة تقوم على أساس ديني من أبرزها الطائفة اليزيدية والصابئة والكلدان والأشوريون وهذه هي التي ينالها النصيب الأكبر من الاضطهاد والتهميش الحكومي بعد أن كانت تحصل على حقوقها كاملة خصوصا الدينية منها أوضاع دفعت بهذه الأقليات إلى الهجرة والهروب ومنعت آخرين من العودة إلى ديارهم وهما أثر على نسب وجود بعض هذه الأقليات كما حصل مع المسيحيين حيث قالت الجمعية العراقية لحقوق الإنسان إن العراق فقد نحو 80% من مسيحيه منذ عام 2003 الجمعية عزت هذا الحال إلى ضعف الإجراءات الأمنية المتبعة التي سمحت للعصابات المسلحة بارتكاب جرائم خطف وقتل في تحدي صارخ للدولة لكن هل هو في الواقع ضعف أمني وتدبيري أم أنه تواطؤ من الحكومة لمآرب ربما تهدف من خلالها لإنهاء وجود هذه الأقليات في البلاد وبعد أن كانت الأقليات في العراق تسعى للحصول على مواقع سياسية بنيل تمثيل في السلطة وهذا ما لم تنله وربما لن تفعل باتت اليوم تبحث عن أمان أفقدتها إياه حكومات متعاقبة تغلغل الفساد في مفاصلها حكومات تخاطر بالتعايش المميز الذي عاش فيه العراق لقرون لحساب أجندات وشخصيات متنفذة فيه